بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الموصلين إن شاء الله دائما تكونوا بخير وعلى خير الصحة والعافية وتحقيق الأمان للجميع معاون الله إن شاء الله دائما تكونوا بسلامة وسلامة بصحة والعافية دائما نذكركم تدعو لي وتدعو البنت أخي وحتاجها يعني الحمد لله بتحسن شوي بس يعني الحمد للدعاء يعني الدعاء لعلى وعسى يعني وحد يكون فينا يعني الله يتقبل منه يتقبل من الجميع إن شاء الله حابه بقلبي اللي يمجب تلكم مصفة البطاطا كيتونية او للريجيم او للضايت او يعني تقدري الناس تاني كذلك اللي مش عاملها ريجيم يعني تقدري وصفة سهلة بسيطة سريعة ما تضليش التعبية ما تضليش تقليه ما تضليش يعني سهلة سريعة وصفة كيتونية يعني من اروع ما يكون بالبطاطا يعني البطاطا ومؤدرك ما البطاطا والبطاطا كما راكم تشوفوا حبيب قلبي في الصور كيفاش طلعت يعني هنا يا حضرت معها كذلك خبز كيتوني وصلاة وهذه أكلة حلوة وإذا حبيتوا تزيدوا لها بسم الله نبدأ على بركة الله حبيب قلبي هنا كنت عندي البطاطا واشجرت لها تدهنتها بشوية زيت زيتون وخليتها على ميتين درجة من تحت ومن الفوق حتى نشوية تمليح مليح يعني طابت الداخل فرقتها هناك بتشوفوا هنا فرقتها من الداخل ومرميج هذا كله فرقته وخليتها على جانب هنا نعود لكم حبيب قلبي كنت عندي حبات البطاطا ندهنتهم زيت زيتون ندهتهم شوية فلفل أسود يعني الحرب الكحلة وشوية مليح من فوق خليتهم على ميتين درجة من تحت ومن الفوق حتين شوية ومليح بعد كي بردوا تماما نديرون شو ما سخان كي بردوا تماما هاي حباب قلبي حليتهم من داخل وفرقتهم هاي هنا نوري فيكم كيفاش طابت يعني طابت البطاطا واصلا البطاطا لما تدري بقشورها والطيب يعني تجيكوا هاد اللد يعني خير ما اتقلها يعني مباشرة يعني وصفة هنا كيتونية سهلة والناس لها تدير في الرجيم يعني هنا تاكلين تقريبا من حبتين بطاطا حتى الحبة وحدة لأن بطاطا داخلها في النظام النشوية والكيربوهيدرات يعني وتاكلين معها رغيف خبز أو يعني ما تكتريش الكمية من الأحسن باش يعني ما تزيديش في السمنة المهم حباب يبقى هنا كي ما راكم تشوفوا رانين وريكم بتتقي هنا بعد ما نشويت لي البطاطا وبردت وفرقتها من الداخل حضرت هذا الخليط اللي معكم عادي تشوفوا هنا درت هنا كيت عندي شوية كفتة يعني أو لحم المفروم شو وحته شوية يعني قليته ومبعد ضفت له هزوش حبات بيض بيت وضبت له جبن المبشور ودرت مع التوابل للزنجبيل الزنجبيل شوية ملح شوية كركم شوية كركم وشوية فلفل أسود وهنا وديك البطاطا اللي بقى التاني هنايا هنايا خلطتها معهم الخليط وبديت نحشي فيها لداخل هنا هذا البطاطا وهذا كل جبن مو زرر لك كما راكم تشوفوا أو أي نوع جب عندكم هنا كما راكم تشوفوا يكي مقتلكم الخالط مرميج هذيك البطاطا يعني استفدت لديك لداخل هاي هنايا نحشي فيها ملعقة بنتي صغيرة المهم حابة يبقى لبيه هنايا كما راكم تشوفوا را نحشي فيها هنايا يعني هذي احنا تكفينا هذي العائلة وانتي يأكل واحد ولا حسب عدد أفراد العائلة سهلة طريقة سهلة بسيطة وصفة كيتونية شمال الله ان شاء الله تعجبكم وتشاهدوا الفيديو للآخر وما تنسونيش دائم نشتركوا في قناتي وفعلوا الإشعار الكل باش يوصلكم أي جديد واللي مش توصلها إشعاراتي ديزابوني ويعادي أبوني يعني يلغي الاشتراك ويعود يشترك من جديد وفعل الكل باش يوصلها إشتراك فيديوهاتي عفوا توصلها الإشعارات تمنى ان شاء الله تعجبكم هالفيديوات وان شاء الله بعمل الله غادي تكون وصفات أخرى يعني كيتونية أو وصفات ما نقولوش كيتونية نقولو يعني وصفات متناول للجميع ان شاء الله بإمكانية يعني اللي موجودة عندنا في البيت ان شاء الله وتكون يعني ناخدوها كنظام ريجيم ناخدوها كنظام ريجيم ان شاء الله سهلة هاد الوصفة نتمنى تجربوها حتى يعني للأيام العادية يعني شتوء أحيانا نحتار وخاصة المرأة اللي ما تكون في المطبخ تحتار واش تدير هذي وصفة سهلة بسيطة تمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتنريدكم هاي هنا كيما قدلكم حابا يبقى لبي هنا يعني إذا كنتي حافرتها مليح يعني دخلي هذيك الحشوة لداخل المليح حاولي كيميراني ندير هكا نضغط باش تدخل لك الحشوة حابا يبقى لبي وهذا كل الخبز اللي درتها معها والسلطة غني ندلكم إن شاء الله يعني وصفات الخبز كيتوني يعني الكيتوني أو الخبز يعني هنا هذا سنعته بالخبز دقيق الأصفر عفوا دقيق الأحمر الكامل يعني حبوب الكاملة بها بالقشور يعني إحنا عدنا هنا يبيعوه يجي روعة وتقدر تضيف له إضافات يعني أنت حرة أنت حرة الإضافات اللي تحبيت دهب معاكم يعني جا روعة وجا طوب يعني أنا ضفت صراحة وديت نصف منه وديت حبة بطاطا وكثرت السلاطة يعني في الطبق كثرت السلاطة في الطبق وبيت ناكل المهم حابة يبقى به هنا هيا ندير في الجبن هنا يفوقه وتعودوا هنا يتأكلوها بها بقشورة بس يعني أنا أعطيكم طريقة يعني لما تغسلوا البطاطا يجيبوا البيكاربونات وخلوا البطاطا في البيكاربونات يبدو يعني عندكم يعني هكا يعني الحبيلة أو ما شعب يسموها وغسلوا مليح 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 ومبعد قطروها وخلوها تنشف تنشفوها باش تديروا ومبعد ديروا عليها زيتون بتقدرو تأكلو باش تقدرو تأكلو باش تقدرو تأكلو القشور تاع البطاطا ولدتها يعني وصراحة تستافدوا من كل من كل شي يعني هنا كيما قلت لكم من ردشحة وحدة الخمسة دقائق أو تقريبا عشر دقائق عندما تشوف يعني البيض استوى والجبن يعني خلاص ده وتأكلوها بس حرحة إن شاء الله وتحطوها لها لتكم ها كيما راكم تشوفو هنا أنا ها درتها يعني غيب بالبطاطا من درتش فيها البيض درتها غيب بهذه البطاطا درت فيها البطاطا اللي بقى درت فيها شوية فلفل أسود شوية ملح وخليتها على جنب حبيت نوريكم يعني هاد البطاطا يعني حبة يعني تقدروها تاني تديرها وحدا لما يحب شو البيض أو الجبن أو شي يقدر يديرها بهذا الطريقة تاني تجي روعة تجي روعة ويدير فوقها تاني كما يزيد يعني فوقها الزيت أو زيت جوز الهند تجي روعة في قمة الروعة حاب يبق المين ان شاء الله تكون خفيفة عليكم ومدريفة ان شاء الله ينال هاد الفيديو وإعجابكم ومشي هادا ممتعة وإلى اللقاء في فيديوهات جاية ان شاء الله وبالصحة والرحة والعبية والسلامة للجميع ان شاء الله